اكثر من 450 الف مغترب يمني صدر قرار ملكي بمنحهم هوية زائر ليتقنن وجودهم في المملكة العربية السعودية على اثر التدفق الذي حصل ابان الانقلاب وبدء عاصفة الحزم هوية زائر بحسب حامليها تحول دون قدرتهم على زيارة اهلهم فبعضهم لم يرى اطفاله منذ خمس سنوات وربما اكثر وضع يحدث معاناة نفسية وعائلية لدى المغترب العاجز فهو يعيش بين نهر الغربة وجحيم الشوق لأسرته وبينهما يربطه مقر رزقه بالبقاء ليحقق الحد الادنى من الاستقرار المعيشي لاطفاله من جهة اخرى اعلنت وزارة المغتربين بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية تسهيلات من شأنها تيسير حصول حامل هوية زائر على بطائق الاقامة النظامية الا ان تعقيدات الاجراءات المطلوبة منهم كفئة خاصة تجعل من مسألة حرياتهم في العمل والانتقال مهمة صعبة ناهيك عن ان فكرة الخروج لزيارة اهلهم تعتبر خروجا نهائيا وفقدانا لفرصة العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة